ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله السلطات تباشر عملية الهدم بقرية الصيادين تيفنيت باشرت السلطات المحلية باقليمشتوكا اتباه عملية هدم عشرات المنازل بقرية الصيادين تيفنيت الامر الذي خلف ردود فعل استنكارية وحسب معاينات صحفية فقد بدأت الجرافات فعليا عملية هدم المنازل بتيفنيت حيث حلت ازيد من ستة جرافات بالمنطقة صاحبها حضور السلطات المحلية وتجدر الاشارة الى ان قرية الصيادين تيفنيت شهدت يوم السبت الماضي وقفة احتجاجية للساكين والبحار المتواجدين بالمنطقة وذلك رفضا لقرار الهدم وطمس هوية وتاريخ قرية الصيادين السياحية هذا وشمل قرار الافراغ ازيد من مئتان وسبعون بنايا اغلبها في الواجهة البحرية للمنطقة مشيرا ان المنطقة يسكنها بحارة واشخاص لما يفوق ازيد من ستين سنة دون ان توفر الجهات المختصة بداء للساكنة بعد منح اجل خمسة ايام لاخلاء المنطقة اشتركوا في القناة